قال رئيس أساقفة صبستيا للروم الأرثوذكس المطرانعة الله حنة إن القدس حاضنة لأهم مقدساتنا وهي تحتاج لمبادرات عربية للدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم صمود المقدسين وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله يجب دعم مؤسسات القدس ومستشفياتها ومدارسها حيث أن كل شيء في البلدة المقدسة أصبح مستباحا من قوات الاحتلال كما أن الحضور المسيحي في فلسطين صار مستهدفا حيث لم يبقى في القدس إلا عشرة آلاف المسيحي كما أن مسؤولية الدفاع عن المسيحيين لا تقع فقط على كاهل الكنائس والمؤسسات المسيحية بل على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية دعينا الجميع أن يحافظوا على الحضور المسيحي في الأرض المقدسة